السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله انتباه لجميع المقيمين في تركيا وخاصة السوريين والأجانب بداية نضعوا أعجاب للفيديو وخلينا نفوت بتفاصيل هذا الخبر حذرت مديرية الأمن ووزارة الداخلية في تركيا من أمر صار يحصل بشكل كبير بالفترة الأخيرة وهذا الأمر حصل مع سوريين وأجانب في تركيا الموضوع بغاية الأهمية أخواني مشان تعرفوا كيف تتعاملوا مع هذا الموضوع من الممكن أن يجيكم اتصال وأشخاص يتكلموا معكم على أساس أنه هن بوليس أو أشخاص تابعين للدولة أو للحكومة التركية وبيقولوا لكم أنه أنتوا في عليكم مشاكل تخص موضوع المنظمات الإرهابية وبيطلبوا منكم أموال أو أرقام حساباتكم البنكية أو بيطلبوا منكم مصاري أو بيحاولوا يستدرجوكم لحتى ياخدوا منكم معلومات شخصية أو حتى ممكن يطلبوا أنه هن يتقابلوا معكم هدول الأشخاص هن عبارة عن احتياليين حذرت منهم الحكومة التركية مثل ما أنتوا شايفين قدامكم على الشاشة أنه لا تسدوا هيك أشخاص نهائيا وفي حال إجاكم أي اتصال حستو أنه اتصال مشتبه فيه اتصلوا فورا على الرقم 155 أو راجعوا أقرب مركز شرطة قريبة عليكم أخواني في ناس كتير تم التواصل معهم وأشخاص كمان حتى في أشخاص منهم بيحكوا لغة عربية وأخبروهن أنه هن أشخاص تابعين للحكومة التركية وطبعا هن عبارة عن عصابة الهدف عم يكون هو الاحتيال ومعرفة معلوماتكم الشخصية انتبهوا من هذا الموضوع وأيضا في بعض الأشخاص وصلوا رسائل نصبه احتيال بتقول أنه انتوا في عليكم مصاري لخصوص دعوات بالمحاكم انتبهوا أيضا يا أخوان في مواضيع نصبه احتيال كتير عم تصير بالنسبة لهذه الأمور أي موضوع حابين تتحقوا من صحته بإمكانكم مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال على الرقم 155 أو مراجعة المحاكم بشكل مباشر لمعرفة فعليا إذا كان فيه دعاوي أو قضايا أو من خلال الإيدولات أيضا بإمكانكم تتحقوا من هذا الموضوع انتبهوا على هذا الموضوع كل الحب والاحترام تحياتي لكم جميعا السلام عليكم